هات نبدأ في الحل وفي المرحلة الثانية وبعدين رح نحدد إن شاء الله الأشياء المجهولة ونجيب الفورسوس في كل عضو من أعضاء الترس وبنحدد كمان هل في شد أو في ضغط هات نبدأ بالمرحلة الأولى هنا بتشوف أن عزلنا الترس في شكل free body diagram وعوضنا السي بورس بردات الفعل CX وCY وEY رح نكتب هنا مجموع المومنت حول النقطة C بتساوي سفر مجموع المومنت حول النقطة C طبعاً CY وCX بيمروا بالنقطة C فيما عندهم شي مومنت يعني المومنت متاحهم بيساوي سفر عندي هنا ألف باوند ضارب الديستنس من هنا الهنا يعني ألف ضارب أثناشر فيت وطبعاً بنخذ الإشارة هنا موجب لأنها بتدور عكس عقار بالساعة نفس الشي بالنسبة للألفين الديستنس من هنا الهنا بتساوي 24 قدم وبتدور كمان في الاتجاه الموجب يعني عكس عقار بالساعة اكتب هنا الفرس ضارب الديستنس وأخيراً الـ EY هذه رح تدور عكس عقار بالساعة فبالتالي بتكون فيه هنا إشارة سالبة وتكون E ضارب الديستنس من هنا إلى هنا اللي بتساوي 6 فيت لو حسبت بالطريقة هذه أقدر أجيب أنه الـ E بتساوي 10 ألاف باوند طبعاً متجه الفوق أكتب الآن مجموع الفرس باتجاه الـ X بتساوي 0 كم قوة عندي هنا باتجاه الـ X عندي بس الـ CX يعني CX بتساوي 0 الآن أكتب مجموع الفرس باتجاه الـ Y كم قوة عندي باتجاه الـ Y عندي سالب ألفين عندي سالب ألف موجب EY وموجب CY آم كلهم كتبناهم هنا طبعاً كل ما هو في اتجاه المحور Y هذا بالموجب وعكس اتجاه المحور Y هذا بيكون في هذا الاتجاه بالسالب لو عملنا العملية الحسابية رح نجد CY بتساوي 7000 باوند وأكون كده جبت ثلاث ردات الفعل المجهولة أمر الآن إلى المرحلة الثانية لما بيكون عندي هنا مجموع الفرس أمر الآن للمرحلة الثانية وفي second step رح أحاول أعزل النود مثلاً A السؤال المطروح ليش بدأت بال-A ما بدأت بال-D أو ال-B أو ال-E هنا بدأت بال-A لأنه فيه بس عضوين ويكون مجهولين هنا عددهم اثنين لو كتبت مجموعة الفرسز باتجاه ال-X بتساوي 0 ومجموعة الفرسز باتجاه ال-Y بتساوي 0 رح أعرف أحل المسألة لكن لو بدأت بالنقطة B أو D أو E رح يكون عندي عدد المجهور أكثر من اثنين فما قدرش يحل المسألة فحصن اختيارك للنقطة اللي تبدأ منها مهم جداً طبعاً هنا لو أخفت مثلاً وعزلت النود هذه عندي هنا ألفين نزلة تحت فبالمنطق تكون الفرس F-A-D بهذا الاتجاه وال-F-A-B أنا لسه معرفش هل تخرج من النقطة أو تدخل إلى النقطة هنا عندي حلين إما أني أكتب مجموع الفرسز باتجاه ال-X وباتجاه ال-Y بيساوي 0 أو أني لو تتيحت لي فرسة رسم مثلث زي ما تشوفوا هنا رح يسهل علي الشغل طبعاً المثلث هذا يكون متكون من ثلاث أعضاء يكون اتجاه السهم بشكل حلقة بتدور في نفس الاتجاه زي كده لو عندي أنا الألفين في هذا الاتجاه وال-F-A-D في هذا الاتجاه أنا أكون رسمتهم هنا هذه الألفين وهذه ال-F-A-D تبقى هذه الثالثة تكون في الاتجاه اللي بتساوي دور بشكل دوران في اتجاه واحد ف-F-A-B رح تكون في هذا الاتجاه طبعاً هنا لازم أرسم مثلث للقوة هذه فيها ألفين القيمة وهذه F-A-D وهذا F-A-B وأرسم مثلث ثاني أسميه مثلث الأبعاد طبعاً عندي هنا ثمانية وعندي هنا ستة وعندي هنا يعني أستعمل بيثاغور رح أجيب جذر ثمانية تربيع مع ستة تربيع يعني تقريباً بيساوي عشرة أستعمل مثلث هذا أو أختزله في مثلث أصغر بتكون عندي هنا ثلاثة وهنا أربعة وهنا خمسة بعدين أكتب القوة على المسافة زي ما تشوفوا هنا ألفين على أربعة واكتب القوة F-A-B على المسافة ثلاثة زي ما تشوفوا هنا واكتب F-A-D على المسافة خمسة يعني أعمل علاقة ما بين المسافة والقوة بعدين أحل أستعمل الإكويتشن الأولى هذه عشان أجيب F-A-B فتحصر على ألف وخمسمائة باوند بعدين أستعمل الإكويتشن الثانية هذه F-A-D بتساوي خمسة ضارب ألفين على أربعة بتساوي ألفين وخمسمائة بعدين إزاي أعرف هل هي تنشن أو كمبريشن عموماً لو الفرس is targeted to the joint it is positive وبتكون كمبريشن لو القوة بتوجه نحو النقطة A زي F-A-D بتوجه نحو النقطة A هنا بيصير عندي ضغط كمبريشن لو القوة بتخرج من النقطة A زي F-A-B هذي بتصير فيها شد فهنا T كناية على tension بالنسبة F-A-B و C كناية على compression بالنسبة F-A-D بنسوي الآن نفس الشي مع المثلث الثاني وزي ما تشوف هنا لو مريت للنقطة D و سويت لها نفس الشي اللي سويناه في النقطة A طبعا هنا لو عندي فرس بهذا الاتجاه رح تقابلها فرس عكسها في هذا الاتجاه F-A-D بتساوي 2500 زي موجتها هنا بعدين أنا لسه معرفش الاتجاهات متاع F-D-B و F-D-E فبالمنطق لو هذه القوة بتدخل للنقطة عشان يصير في توازن بختار F-D-E في هذا الاتجاه لو بدأت الحين في رسم المثلث رح تكون عندي F-D-E في هذا الاتجاه و F-D-A في هذا الاتجاه يفضل لي الاتجاه الثالث اللي هو هذا عشان تصبح عندي مثلث باتجاهات في مصار واحد تصبح عندي F-D-B في هذا الاتجاه أعمل نفس الطريقة وأرسم أيضا مثلث آخر بيكون في علاقة بين الأبعاد المثلث هذا طبعا هنا عندي 12 وهنا رح يكون عندي 10 وهنا رح يكون عندي 10 أقدر أختز المثلث هذا في مثلث ثاني تكون هنا خمسة هنا خمسة وهنا ستة وزي ما سوينا هنا العلاقة بين القوى والمسافات رح أكتب هنا F-D-B F-D-B هذه على 10 بتساوي F-D-A أيضا على 10 وF-D-E على 12 بتساوي أيضا F-D-B على 10 وهكذا دواليك فلو كتبت العلاقات هذه وحليتهم رح أجد F-D-B بتساوي 2500 وF-D-E بتساوي 3000 فهنا بعدين عشان أحدد حكاية الشد والcompression أتطبق نفس الحكاية هنا لو هي بتدخل إلى النقطة D F-D-E رح تكون compression وهنا F-D-B بتخرج من النقطة فرح تكون tension بعدها بعدها أمر إلى النقطة B يعني أنا الحين أصبحت أعرف كم تساوي القوة في المنبر AB وAD وD E وBD عايز أعرف كم تساوي هنا وهنا فأرح أتناول النود رقم B أعزل أيضا لحال طبعا لو أنا عندي هنا نقطة A متجه كده لما بترسم B بترسم النقطة نفس الفرس F-B-A باتجه عكس الفرس هذه يعني F-B-A هنا تكون F-B-A المخرج من B عكس ها بالضبط نفس الشي لو أنا عندي هنا نقطة D هنا F-B-D بتخرج من النقطة D فتكون F-B-D بالنسبة للنقطة B بتخرج من النقطة B يعني عكسها بالضبط عشان يصير فيه توازن في العضو الآن أنا لو عزلت النود B وكتبت مجموعة الفرس باتجاه ال-Y بتساوي 0 ومجموعة الفرس باتجاه ال-X بتساوي 0 طبعا هنا الفرس F-B-A رح عمل لها إسقاطات على ال-X وعلى ال-Y والفرس F-B-D أيضا عملها إسقاطات على ال-X وال-Y واكتب مجموعة الفرس باتجاه ال-X بتساوي 0 وباتجاه ال-Y بتساوي 0 فزي ما تشوفوا هنا مجموعة الفرس باتجاه ال-Y رح تكون عندي سالب 1000 أي هنا سالب F-B-E المفروض هذه بتكون F-B-E ساين ألفا وهذه هي الزاوية ألفا وساين ألفا هذه تقدر تعوضها بالمقابل على الوتر يعني تعوضها بأربعة على خمسة فبالتالي تصبح عندي هنا سالب أربعة على خمسة يعني الأربعة على خمسة هذه هي الساين ألفا ضارب الألفين وخمس ميلي هي F-B-E بتساوي ألفين وخمس مية